اخوتي اخواتي السلام عليكم القضية اليوم وقعوا الاحداث ديالها بتركيا بالضبط في اسطنبول عام 2010 واحد النهار الصباح بكريه كنت واحد البنت خارج كدير رياضة ديالها بحل عادة في كديرها كديرها في منطقة كيمير بورغاس حتى الواحد اللحظة بدأت تشمشي ريحة كريهة ريحة مش جهدة بزاف الواحد الدرجة اللي مقدرش تحملها بعد غادة كتتمشى لك الجهة ديال ريحة حتى كتتصدم ابجوتة قدام عينها الكاريتا هي الضحية كانت في واحد المنظر وواحد الحالة اكتر من مرويعة مباشرة تصلت بوليس وعلمتهم بهذه الجهة البنت جهنهيار عصبي بكثرة صدمة الشرطة غير وصلهم هذا البناخ ديك الساعة انتاقلوا مع فرقة تشخيص القضائي وجابوا معهم فرقة ديال الطب الشرعي العين الماكان من خلال المعينة الأولية اللي دار الطبيب الشرعي الجهة الملاحظة الثانية هي ان الضحية كانت كلها عريانة الضحية كانت مدبوحة من عنقها وفيها واحد جرحة كبيرة في ظهرها وحتفرج لها اكد اليوم الطبيب اللي البنت ستكون في العشرين ناس من عمرها المهم الطبيب الشرعي باللسانة المعينة الأولية تصفت الجهة المشرحة باش يزيد يفحصها ويعرف عليها معلومات اكتر اما فرقة الأدل الجنائية روخها لو تمشيط المنطقة وخاق البوهم زيان ملقوا فيها حتش دليل من غير أعطار ديال واحد الروايد كانوا بينا بزاف ومعروفا انهم أعطار الروايد ديال طوموبيل من خلال ذلك الأعطار تبيلهم بأن طوموبيل اللي داس من ديك بلاسة اللي داس من تماما من نوع كات كات من خلال روايد ديالها عراض بزاف إذا الاحتمال اللي كيفكر فيه البوليس أن هالجريمة تسعين في المئة الموجرم سيكون من العائلة ديالها الضحية إما من العائلتها ولا من المعارف ديالها حيث لحسب الدراسة العلمية كي تقول باللي أغلبية هالجرائم اللي كيوقوا كيكون القاتل إيا من العائلة إيا من المعارف ديال الضحية يعني الخطر كيكون ديما جاي من أقرب الناس لك الناس اللي كتعرفهم كيعرفوك الجريمة كتوقع غير من الشخص اللي كتعرفوه مزيح ماشي من الشخص اللي مكتعرفوش علمية كل ستاديا للعائلات تقتله أربعة منهم كيكونوا مطلقات وكيكون الشخص اللي قتلها إيا إما راجلها إيا إما طالقها ولا شي واحد كانت ضحية عندها علاقة معها ذاك شي لاش فكره باللي الشخص اللي قتل هذه البنت هذه إيا إما غادي يكون راجلها يعني في حالة أنها كانت مزوجة به أو حالة أنه يكون طلقها ولما كان لها راجلها لطريقة سيكون العاشق ديالها ولكن باش يقدروا يوصلوا ويعرفوا شكل المجرم اللي يدار في هذه البنت هذه الحالة كان أول حاجة خاصهم يديرها أول حاجة يبدو بها هي يحدوا بعد الهوية ديالها شكون هذه السيدة هذه ولكن قبل ما يوصلوا لهذا الشي الصدمة الكبيرة بالنسبة للشرطة هي من اللي خرجت تقرير طبيب الشرعي هذا التقرير كان نذكر فيه شي حوايج صعيب بل شي إنسان طبيعي أنه يستوعبها حيث تقرير ماذا قال؟ قال بالمعدة والمصارن ديال الضحية خاوين كي يصفروا لما فيهم تشي حاجة لا يوجد الأطار ديال النعمة وهذا الشي يبين بالنسبة للبنت مدة طويلة ما كلها يعني المجرم كان يجوحها أما سبب الوفاة كانت هي واحد ضربة قوية جاتها في رأسها والضحية حتى تقتلت عاد تم الدبح ديالها وهذا الشي للمجرم بهدف يصفي لها الدم من الجسم ديالها كامل من بعد تصفية الدم سيضمنها واحد طريف ديال الحم منظهرها واحد طريف ديال الحم من رجليها طيب شرعي أكد بالطريقة التي تقطعوا بهذه الأطراف كانت بواحد احترافية بواحد دقة عالية ومتناهية يعني هذا الشخص هذا كان متمكن هذا الشخص كان عارف رأسه ما يفعله بزيان ولكن الذي استغربه منه البوليس هو لماذا سيصفي لها الدم لماذا أصلا در هذا الشي لماذا حيد لها طرف من ظهرها وطرف من الرجليها لأن هذا الشي ليس مألوف عندهم هذا الشي لحد الساعة لم يكن مفهوم نهائي بالنسبة للبوليس حاجة أخرى هي أن الضحية كان عبرها ما بين عشرين تنخمسة وعشرين أهم ورات قريبا هذا الشيء ربعيين أو خمسيين حتى تقتلات من خلال الآثار التي كانوا عليها وعلى رجليها تبيل لهم التي لبنت مدة طويلة لو هي مربوطة وذلك الرباط التي كانت مربوطة به كان مزيّر بالزهر مدبوها هذه الناس كانوا معلقينها من رجليها يعني احتمال كبير المجرم من الذين قتلت ضحية أو المجرمين قربطوا لها رجليها وعلقوها ومن بعد عدبوها من عمقها لتسقطرم زيان من الدم ديالها معلومة أخرى ذكرت في التقرير وكانت مهمة ومهمة بزار بمهمة ومن ثم تأتيت بقية القطن وحتى بقية المواد التعقيم وتكلم وهذا الشيء يبين بالجانب التي تسال الجريمة عقم الجدد بالشكل كامل لإيجاد البصمات وإيجاد آثار يجعل البوليس يتعرفوا عليه هذه المعلومات كاملة بينات الشرطة بما يتعاملوا مع المجرم هذه خلت الشرطة يعرفوا بما يتعاملوا مع شخص خطير و يتكيلوا إلى درجة كبيرة ولكن لحد الساعة الذي لا يفهم هو لماذا هذا المجرم هذا أو لهذا المجرم إذا لم أعرفنا ماذا أحده بثال علجوا عضاحية و عدبوها بهذه الطريقة السادية حتى من الجلد اللي على صباحها كان محيد يعني البوليس ما كان عندهم كيديرو يرفعوا الباصمات باش يحدوا لهوية ديال البنت وهذا الشي اللي خلاله أن الضحية تبقى من جهولة عندهم أما المعلومة الأخيرة اللي ذكرت في التقرير وهي أن الضحية كانت مركبة شفار صيناعي روخد جيكم هاد المعلومة تافع ولكن بالنسبة للبوليس معلومة مهمة ومهمة بزاف سيخدموا عليها بسببها سيقدروا يعرفوا مع البحث يعرفوا الهوية ديال الضحية الفرقة اللي كانت مكلفة بالبحث في هذه القضية فكروا أنهم يمشيوا يسولوا في قاع الصالونات اللي يركبوا هذا النوع ديال الشفار ولكن المشكلة اللي يلقوا إذا جاءوا يقلبوا في المدينة كاملة سيخدموا مدة طويلة حيث بطبيعة الحال سيكون هناك ألاف ديال الصالونات سيكون تقريبا كثير من 6 ألاف صالون يعني لا يمكن أن يقلبوا فيهم كاملين إذا الحل الوحيد اللي يبقى لهم قالوا ياك نحن لدينا الجثة في منطقة كيمير بورغاس لماذا لا يمكن أن نسولوا بعد أن نطلقوا من ذلك المنطقة نسولوا في ذلك المنطقة ربما نصلوا إلى صالون الناس الذين يعملوا فيه يكونوا يعرفوا الضحية مزيئة وهو فعلا ذلك الشيء اللي كان ذلك الشيء اللي كان ديال واحد الدول بقاع مراكز جميل اللي كانوا في ذلك المنطقة وبدأوا يدوروا عليهم واحد بواحد طبيعة الحال بدأوا معهم تصويرات ديال الضحية باش الناس يقدروا يتعرفوا عليها ضغير من بعد موت دوهما يسولوا في الأخير قدروا يوصلوا لواحد الصالون خدام الفيشي ابنات التعرفوا عليها قالوا لهم هاد البنت هدي اسميتها نازلي وهي كليانة ديالنا هنا في الصالون هاد البنت هدي مول الفادي ما كتجي عندنا تصيب حالتها وتقدر اسها البوليس من اللي لقوا هاد البنت هكي يعرفوا الضحية بدأوا كيسولوهم عليها شنو سميتها شنو كنيتها فيك تسكن بالضبط شنو كتعرفوا عليها شكنو ما صحابها صحاباتها والعلاقات ديالها الأغلبية ديال البنت اللي اللي اخدامين فاتصالون قالوا لهم احنا كنعرفو غير اسميتها وراها كتسكن غير بشي بلاسة قريبة من هنا زاكنا بشي بلاسة قريبة من اللحومة اللي عندنا فيها الصالون حدي ما كانت كتجي عندنا حتى الواحد اللحظة في عدد دخول واحد البنت كتتخدم معاهم غدا تقدم عند البوليس وقال تقول لهم باللي نازلي فيت عاودت لها باللي كتتخدم في واحد الشركة ديال المواد الغيدائية سولوها البوليس قالوا له كتعرف يسميت هاد الشركة قلت لهم هي؟ كان عارفها وكان عارفها مزيلا طلبوا منها العنوان أعطعتولهم ديك الساعة البوليس مشاول هاد الشركة وبدو كيسولو على الضحية فعلا المسؤولين ديال الشركة أكدوا لهم هاد البنت هاد رباس حتى تخدم عندهم قالوا لهم انا تقريبا دابا مدة ديالسيمانة باش مبقات الجهة للخدمة قالوا احنا براسنا ما عرفنا علي هاته حاجة ما عرفناش هلاش نبقى لشجير الخدمة قالوا بوليس قالوا لهم وخ واش ممكن تقولوا لينا واش كتعرفوا هاد البنت هدي معا من عندها علاقة وواش كتعرفوا عائدها الناس قالوا لهم الصراحة حنا ما كان عارفوش حاجة على حياتها الشخصية ولكني لا بغيتوا تعرفوا عليها معلومات كتر كاينة واحد البنت صاحبتها الروح بالروح وهي اللي كتكون معها بزاف في وقتها ديال الخدمة من اللي عيدوا لصاحبتها وبدأوا يساولوها على نازلي قالوا ليهم يعني اللي عارف عليها هي انها عيشة بوحدها كانت عيش بوحدها في تركيا ووالديها ما ساكنش هنا قاع في البلدرا ساكن في ألمانيا قالوا ليهم اللي نازلي من بعد ما اخذت الباك خذته في ألمانيا رجعت بحالها لتركيا باش تكمل قنايتها ومن اللي تخرجت قالوا لي قايت خدمة مزيانة وبقت عايشة هنا في نفس الوقت والديها بقى مستقرين في ألمانيا والديها لم يريد أن يرجعوا معها البوليس بدأوا يساولوها قالوا لها مؤخرا ما لاحظت شيء طبيعي على صاحبتك يعني مثلا ما كان لديها مشكلة مع شيء واحد شيء واحد يهددها شيء واحد يلاحق قالوا ليهم الله هذا شيء ما كان البنت كانت عادية راهت تلها تسيما عاد قالوا لها مدام هي كانت صاحبتك من اللي شفتها غبرت هذه المدة كاملة قالوا لهم قالوا لهم ما كانت صاحبتك ما كانت صاحبتك قالوا لهم بدأ شيء من العلاقتنا ما كانت فارقوش لكن غيرنا في الخدمة المعلوم الوحيدة اللي signs ماذا ز Immune قلت ليهم لدي ناش LEE تم معركة قالوا لهم لهم لا ما كان عند hey فأنا سأسمحها مرة مرة و مرة فأنا كانت تهدر معها في تليفه البنت التي شاهدت البوليس يسولها كثيرا على صاحبتها دخلتها أرخلها خافت قلت لهم لماذا تسولوا هذه الأسئلة كاملة عليها يكنا بس ما هو واقع؟ يكما البنت وقع لها شيء ديك الساعة البوليس سيصارحوها وعلموها بالتي رلقها وصاحبتها مقتولة بطريقة وحشية مقتولة ومليوها في الغابة البنت قد سمعت هذه الخبار أبقى تكاتبكي وهنا في البوليس لبوليس لكي تمشي معها من مستودع الأموات لكي تتعرف عليها لكانت هي ولكن هذه البنت رفضت تمشي معها قلت لهم انا لا نمشيش معكم لا نمشيش معكم لا نستطيع أن نرى صحبتي بتيك لحالة وخبقوا معها مودة ولا يحاولوا يقنعها ولكن البنت كانت رافضت تمشي معها والرفض قاطع وهذا شيء يبقى من حقها إذا كانت البنت مقعدة ترى في هذه المنظر قال لبوليس لا يستطيعون أن يرغمها لا يستطيعون أن يبززوا عليها لا يستطيعون لا يستطيعون أن يفرضوا عليها شيء يستطيعون أن يبزز منها خصوصاً البنت لا يستطيعون أن يتعرق بهذه الجريمة وهذا شيء يجعلهم يدعون معهم شخص آخر يعملون في نفس الشركة أو فعلاً غير يمشون معهم يجب دولوا الجد غير شاف فيها أكد لهم بالله هذه هي نازلة هذه هي البنت التي تعمل معنا البوليس من بعد أن تأكدوا من العنوان التي تكون فيها الضحية مباشرة توجهوا دارها وكانوا معهم حتى فرقات الأديلة الجنائية من الذين يدخلوا يتفاجئوا بأن الدار عادية الدار لا يوجد هذه هي أطار العنف لا يوجد أي شيء غريبة كل شيء محطوط في بلاستوى احتم الفلوس التي كانت خبيها من البنت هذه هي محطوطة في ماريو والتليفون كانوا يتفضل وهذا شيء غريبياً بأن الجريمة لا تسرق غالباً ستكون شيء كبير وخضر لحد الساعة هذا الشيء يعني الدافع للجريمة لا أعرف البوليس قلبوا الدار كاملة أفلاوها مزيان ولكن لا يوجد أي شيء دليل فرقة الأديلة الجنائية يزددك تليفون يزددك البيسي والدوه المختبر الجنائي على أمل يبال لهم شيء دليل ليعونهم في هذه القضية دوه عن الشرطة التقنية يعني خاصهم يعرفوا هذه البنت هذه مع مكانت كتدر مع مكانت كتتواصل في هذه المدة الأخيرة قبل أن تقتل ولكن نتيجة ديالتقرير ستجعل البوليس يزيد ويستغربوا من المجرم الذي يتعاملون معه ستجعلهم هذا السيد هذا هذا الشخص الذي قتل رمسح المعلومات وفورمط البيسي وفورمط التليفون والمشكلة هي الطريقة التي فورمطهم بها يعني الطريقة لكي نسحهم كتبين بالجاني عنده خبرة كبيرة في المعلوميات على درجة المختبر الجنائي ما قدروش يسترجعوا ذلك البيانات وهذا كان بالنسبة لهم مشكل كبير حتى التقرير ديال الخبرة على المكالمات كان تقرير عادي ما فيه شيء لكي تدخلش أغلبية الاتصالات كانوا يامل لعائلة ديال الضحية ولا من الناس اللي يخدمين معها والحسب البحث اللي يدار والبوليس كتشفوا بالضحية كانت حدودية ما كانش كدر صحابات بزاف هنا الحل واحد اللي يبقى قدامهم هم يمشيوا يفرغوا جاعة تسجيلات ديال الكاميرات المراقبة اللي كانوا قرب بزاف من ديك الغابة على الله تبليهم شيء طموبيل من نوع كات كات يعني هم عارفون بأن رواية ديال كات كات قالوا طموبيل كات كات اللي اعتبرنا ديزا ان اخذوا الماتريكوية لها ولكن هيتفاجأوا من اللي علقوا بزاف ديال الكامير ديال الكامير من هذا النوع من نفس البلاسة أصلا ديك الضحية الغابة كيدوزهم من الطموبيلات الكبار وهذا صعب عليهم البحث كثير كان صعب عليهم يحدوا اينا واحدة من هاد الكات كات البوليس من اللقاء ورأسهم ثم اوصلوا احتشي معلومة جديدة احتشي معلومة اللي تقدر تعاونهم في هذه القضية كانوا على شوية غادي يحبسوا البحث وتسجل الجريمة ضد مجهور كانوا قراب ولكن جاهم بالاغ آخر بليلقوا جدتة ديال انتخرة في نفس الغابة اللي يلقوا فيها الضحية اللولة طبيعة الحال الشورطة غاوصلهم هذا البالاغ هذا مباشرا تقلوا مع فرقة الأدلة الجنائية العيل الماكه المصرح الجريمة وهنا فين غادي يكتشفوا جدتة اخرى مقتولة ومليوحة عريانة في نفس الغابة والتي كانت غريبة عن البوليس هي الجدتة كانت في نفس الحالة ومقتولة بنفس الطريقة اللي تقتلت بها الضحية اللولة البلاسة اللي كانت مليوحة فيها هذه الجدتة أحتى هي سيجعلها أطار الروايد روايد كبار هذه المرة سيجعلها أطار الزطمد الرجلي مرة أخرى الطيب الشرعي أكد لهم بأن هذه مصارنا ومعدادها كانوا خاوين أما سبب الوفاة كانت ضربة قوية على رأس بحالها وحتى هي الدبحات وحتى هي صفارها الدم وحتى هي كان مقطع من اللحمها من جهة الدار ومن الرجلي يعني نفس التفاصيل اللي كانوا على الضحية اللولة كانوا حتى على هذه البنتها يعني مليون في المئة القاتل واحد تاريخ الوفاة كانت تقريبا ما بين ستاش حتى العشرين ساعة وحتى هي كان الجسم ديالها منظف مزيان ومعقم طريقة احترافية عالية الحاجة الوحيدة اللي كانت مختلفة هي أن الضحية التانية اللقوا فوق الجسم ديالها واحد نقطة صغيرة من شماد غيدائية من اللي دالوا لها التحاليل اللقواها زيت زيته من خلال هاد المعلومات كاملة اللي وصلوا لها من خلال هاد البحث اللي دالوها البوليس تأكدوا اللي كيتعامله مع شخص مريض نفسي مريض عقلي شخص سادي شخص ما كيرحمش مستحيل إنسان عادي يرتكب جرائم بهذا البشاعة وبهذا الوحشية من طريقة كيفاش يجوع الضحايا دياله طريقة كيفاش يقتلهم طريقة كيفاش يصفي الدم ديالهم هاد شي كامل كيبيين اللي كيتعامله مع شخص ماشي طبيعي ولكن اللي كان محيرهم هو علاش كان يحيد منهم ذلك الطرف سأحيتي الباصمة تقول لك بغي تخفي الهوية ولكن كان يحيد الطرف من الضار مرجلين علاش يعني القادمة لديها شي معنى وكيفاش يتأكدوا وشفيت شي واحد من العائلة ديال الضاحية بلغ على اختفاء دياله وللله يعني يرجع يقلبه في جاء المحاضر اللي عندهم اللي محطوطن في المركز يعني يشوفوا وشكين شي واحد من شي عائلة يعني من العائلة دياله اللي بناتهدو دير بلغ اختفاء لفائدة العائلة وفعلا عائل قوم محضر ديرو أخوها قبل خمسيان من اللي قرنوا الصورة اللي اعطاهم مع الصورة ديال الضاحية كتشفوا باللي هي نفس البيت المهم تصلوا بالأخ ديالها أخ ديالها كان اسميته عاطف طلبوا منه باش يجي عندهم المركز من بعد ما علموها بالكارتة اللي وقعت الخطو من بعد ما واساوه بدووا كيطرحوا عليهم جموعة من الأسئلة من بين هذه الأسئلة قالوا له فوكاش آخر مرة شفتي في أختك قل لنا واش خطك عندها شيء أعداء قل لنا واش خطك كتشكون معاكم في نفس الدار والله شكونهم ما الأصدقاء ديالها أعطف قال لهم هذه ستيام باش ما بقيت شفت أختي ستيام باش ما بقيت عرفت عليها ما بقيت شيء وذلك الشيء لاش جيت عندكم وقدرت بلاغ اختفاء لفائدة العائلة أما بالنسبة للأعداء احنا عائلتنا كاملة مع عمر كانت عندها عداوة مع شيء واحد احتمت صحاباتها أراهم على رؤوس الأصابع صحابتها قلال بالزل هي كانت معارفة غير مع شيء بنات قلال شيء جوجلة ثلاثة ومعروفين عندنا قالوا لو شك في شيء واحد اللي يقدر يدير في اختك هذه الحالة قال لهم لا أنا ما شك في شيء واحد هاد الشيء ممكن يكون غير صدفة البنت كان سميتها زينب في عمرها تلاتيوشين عام كانت طالبة في الجامعة ولا حسب الأقوال اللي يرخوها كيقول باللمة اللي توفاه والديه بقيت خطو زينب سكنة غيب وحديتها في دارهم قال لهم أنا عيت معها عيت ما نطلب فيها باش تمشيت تكون معايا في داري قال لهم أنا مزوج ومستقر بوحدتي مع مراتي وليداتي ولكن زينب كانت مصرة باش تبقى ساكنة في دار الوالدي المهم من بعد بحث طويل وبحث معمق مع الأخ ديانا في الأخير ما عطت تشيء إضافة للبوليس الحاجة الوحيدة اللي عرفوا منه هو العنوان ديال دارهم يعني العنوان اللي كانت كتسكن فيه خطو وغيوصلوا وفتحوا الباب هنا الضار لا يوجد شيء طبيعي ما كانت الأطار العنف كان الأطار العنف لا على الباب ولا وسط الضار ولكن هذه المرة كانوا غير باسي يعني التليفون ديال البنت ما كانت في الضار في المشاة التليفون يعني احتمال كبير في الوقت اللي استدرجها الجاني كانت هزة تليفونها معاها ما شبح الطحية اللولة وحتى هذه المرة فرقة الأدلة الجنائية ملقوا واحتشي دليل فضارها من اللي داروا الخبرة على البابيسي ديالها اكتشفوا بالليحتة هو ممسوح من قاع المعلومات الباسم فورماتي بطريقة احترافية اللي مقدروش البوليس يسترجعوا منه تشي حاجة اعياوا معها ولكنوا واحلوا المعلومات تمسحوا بدقة من اللي سولوا الجيران اللي قوهم ما عارفين تشي حاجة الشرطة التركية في هذه الوقتها هذه داخل لدرجة ما عارفوش كيفاش يتعاملوا مع هذا الشخص هذا هذا الشخص فما كانوا متأكدا بلاعي يكون سفاح خطير ومريض نفسي هذا المعطيات اللي وصلوا لها كاملة خلاتهم يفكروا في واحد احتمال قالوا ربما الجاني من بعد ما كيرتاكب الجريمة دياله كيمشي يحتل ضار ديال الضحايا وكيمسح قاع المعلومات من الباسي واحتم تليفون دياله طبيعة الحال علش كيدير هاتش باش ما يقدروش يتعرفوا عليه البوليس ما يقدروش يوصلون له إذا الباسي والتليفون فيهم ليتراس لغا يديهم له ولكن إلا كان هذا الشي بالصح هناك يبقى واحد سؤال يعني إلا كانوا الضحايا بجوج من خلال تقريب المكالمات ما لقوا هم كيهضروا مع التاشي شخص غريب يعني حي تلقوا الأغلبية المكالمات كنظيم على العائلة والأصدقاء المقربين واحتفى شبحتوا مع أصحابهم ألقوا ما عندهم حتى شي علاقة بها الجلعي إذا هاتش شخص هذا فين كان يتواصل معهم خصوصا أن الضحية اللولة والضاحية الثانية تقتلوا بنفس طريقة وهالشي كيبين باللي المجرم راه واحد قاتل متسلسل إذا واش الضحايا بجوج بهم كانوا يتواصلوا مع هاتش شخص غير من خلال الشات يعني إما واتساب إما ذلك شي دي الفيسبوك يعني غالبا كيتواصلوا مع بشي حاجة غير تتريفه وسائل التواصل الاجتماعي وبهذا الوسائل هادو كان يحضر معهم متان كيتحاور معهم وكيستدرجهم الضارو لم يخلي حتى شيء آثار ديالشي مكالمة ما بينه وبينه حيث المكالمة عادت مقتاب تالي اللي زاد الفتن تباه البوليس هو في هذه المدة هذه ديال البحث الضحايا بجوج بهم عندهم بزاف ديال النقاط المشتركة بينه الحاجة اللولى انه كيسكنوا قرابا بعضياتهم يعني مكاش بيناتهم بزاف يعني تقريبا غي واحد ثلاثة ربعة كيلو ميل من خلال البحث لدارد اكدوا بالضحية اللولى ما عندها احتعالقة بالضحية الثانية يعني ما كيعرفوش بعضياتهم نهائية الثاني حاجة هي ان الضحايا بجوج بهم اللون ديال شعرهم حمر بجوج لونهم حمر ديال شعر ثالث حاجة هي اللي بدنا تبجوج بهم كيسكنوا قرابا بوحدتهم في الدار وهذا الشيء اللي خلال البوليسي يستنجب للمجرم كان كيعز الضحايا دياله بضقة وبعناية يعني كيختارهم شروط كانش كيختار اي واحدة اللي جات في طريقة وصافية لا واحتفش تلقاهم مقتولة را تلقاهم بجوج بهم في نفس الغابة هذا الشيء اللي البوليسي يفكروا يقولوا علاش هاد الجاني هذا ما يكونش حتى هو كيسكن في ديال المنطقة ولكن الاشكال اللي غادي يلقاوه هي ان ديال المنطقة راه كبيرة بزار يعني كانوا حائلا من نعيب الدو كانوا حائلا في نعيب الدو يقلبوا بالضبط وذلك الشيء اللي يفكروا انهم يبدوا يقلبوا في اقرب حي لديك الغابة هذا الحي هذا كان مجمع عراقي كي تكون من ربعين فيلا وكانوا يحكرو غير على الناس اللي عندهم الكاتكاتات وعمدال واحد اللائحة اجردوا اللائحة ديالك الاسماء اللي سكن فيلا في ذلك المجمع وبدأوا يعيطونهم كيحقوا معهم واحد بواحد وهنا فين الشرطة يعيطين انتباههم واحد شخص اسمتو ريدا هذا ريدا في عمره 38 عام ولكن شنون اللي مميز في هذا ريدا هو الواحد فيهم كاملا اللي قاري الهندسة المعلوماتية وهذا الشيء اللي خلهم يزيد ويشكو فيه مشوكي قلبه في السجل العدلي دياله وفعلا عيلقوا عنده صوابق السيد كان يعطي الشيكات بدون راسد وهي مخضوه أمر من النيابة العامة ودوه معهم المركز الشرطة باش يعمقوا معه البحث خاصهم يعرفوا واش عنده شيد فالجرائم هاده ولا لا وغير بدون معه التحقيق هذا الشخص هذا كالوقت كامل هو كيقول باللي ما عنده حتى علاقة بها الجرائم كيقولهم انا ما عرف عليهم متى شي حاجة بقوا البوليس معتقلين وعندهم المدة ديال تلتيام تحت الحراسة النظرية تلتيام هم معه وباش يتأكدوا مشوق البحثة الدار دياله ولكن للأسف ما لقوا فيها حتى شي دليل ما لقوا فيها حتى شي آثار اللي كيتبت باللي ديال الدار ترتكبوا فيها جرائم قدل وخاهكك البوليس ما تقوش به بقى عندهم حاطنك مشتبه به أول احتاجهم بالاغ في النهار التالس كي علمهم باللي تلقى تجد تخرى في نفس الغابة اللي تلقوا فيها الضحايا اللولي وهذا كان سبب كافي باش يتبرأ هذا الشخص هذا اللي مشدود عندهم تبرى من هاد الجرائم اللي كانوا يشكل فيه من بعد ما انتقلوا البوليس العين المكان لاحظوا باللي الجتة مقتولة بنفس طريقة الجتة كانوا عليها نفس تفاصيل اللي كانوا على الضحايا اللي قبل منها الحاجة الوحيدة اللي كانت مختلفة بيناتهم يلقى واحد العينة ديال الدفال مخلطة مع الدم حتى شوية ديال الدفال مخلطة مع الدم فوق الجسم ديال الضحية يعني وش هتسيد كيسيلوريوغو لا يدفل عليها ولا الله أعلم ومن المخطبة الجيني اللي داروا لها التحاليل اكتشفوا من المخطبة العينة ديال واحد الراجل هذا الراجل هذا مريض بسرطان الدب هذا الراجل يأخذ حتى شيء أدوية ديال الملعة والدول اللي يأخذه راه نادرا ما يتعطع يتعطع إلا في الحالات الخطيرة واحتى الأشخاص اللي كيستعملوا راقلال وقلال بزاف ويباش تكونوا عارفن هاد النوح هذا ديال الدواء راقصوا إجراءات كتير يعني الشخص اللي كي يصفلوا الطبيب باش يستعمل هاد الدواء أول حاجة يديرها راقصوا يأخذ بعد الموافقة من وزارة الصحة وبذلك الورقة ديال الموافقة هي باش كي يمشي الفرماسيان وكي يبيعون الدواء المهم البوليس من اللي يجمعوا هذه المعلومات هذه كاملة مباشرة تواصلوا مع وزارة الصحة وطلبوا منهم باش يفطلوا لهم اللائحة يلقى على الأسماء اللي مرخص لهم باش يأخذوا هاد النوع ديال الدواء من الصيدليات ومن وسطهم اللائحة را تخيلوا في تركيا كاملة يلقوا غير مئة واحد اللي كي يستعملوا هاد النوع ديال الأدوية تركيا تقريبا فيها كتر من مئة مليون واحد وفيها غير مئة يعني واحد في المليون خمسة وعشرين من هاد المئة اللي يساكن في إستانبول وهذا الشي هو اللي خلال الشرطة يقول لي عندهم أمل كبير باش يوصلوا له هاد السفاح هادا في أقرب وقت وحيد تحليل ديال الدائن أكد باللي هاد السيد هادراها راجل حيدو قاعد عيالات من اللائحة ماذا قال لهم الراجل قال لهم غير 12 الواحد 12 الواحد هم اللي كانوا في هذه المدينة سهلت عليهم المأمورية بشيء يجريوا يقلبوا العناوين لهم ويشوفوا ما كان بيناتهم شي واحد اللي يسكن قريب من ذلك المنطقة كامير بورغاس وفعلا هاد السيد اسمته أردان هذا السيد هذا في عمره 37 ولكن هاد السيد مكانش كيسكن في ذلك المجمع المجمع اللي كانوا يقلبوا فيه كان كيسكن في بلاسة أخرى والمفاجأة هي من اللي عرفوا اللي هاد السيد سبق له تخرج مهندس الإعلاميات صافي والله المشبه به الرئيسي مباشرة البوليس أخذوا ايد من النيابة العامة لكي يقلبوا الضار ومشوا نيشان وفرعوا هذا الباب ودخلوا كان الشرطة معهم احتفر قتل أدلة الجنائية ومشوا يقلبوا الضار قنط بقنط احتوصلوا الوحد البيت من اللي كانوا المعينة عليه لقوا شي قطرات الدم مرشوشين في الأرض مرشوشين حتى في الحض لقوا واحد الكاميرا صغيرة مع القفصقف ديال البيت لقوا واحد الكاميرا أخرى من ذلك النوع الذي يتهزز في اليد لماذا تقلبوها؟ لقوا مصورة بزابة ديال البنات وهذه البنات كم من يشعرهم حمر كان أي بنت لقاها غادة في الشارع ولا شي بنت قادزة مثلا في شي قهوة كان يصورها بطعبات الحال بلما ترطلوا البال كان مهووس بالبنات اللي شعرهم حمر والكارية انهم لقوا واحد لحديدة لا تتقف الحيط والاحتمال كبير ان هذه الحديدة هي اللي كان يعلق فيها الضحايا لان هذه الحديدة عالية بشي جميع ترونس بتجيلة ديال الكاميرا لقوا بأن البنات اللي تلقاوا مقتولين بثلاثة بهم ركانوا مصورهم وموتققاء الأعمال الوحشية اللي يدار فيهم بحل التعديم بحل التجويع تلقت ديالهم الشرطة غير تعرفت على وجه ديال هذه السفاح أول حاجة داروها هي حاصروا الدار دياله ومباشرة خرجت واحد دوري يقلبوا إليها وغير هذا واحد سيمانة لقواه جالس في واحد الشقة يلوف نفس المدينة النيت هذه الساعة تقلوا هذه الساعة الدواء المركز الأمن لكي يعملوا معه البحثين خاصة يعرفوا ما هو السبب الذي يرتكب هذه الجرائم هذه كاملة البوليس لم يديروا معه مجهود مباشرة أرضا أعترف لهم بقاعد تهم المنسوبة إليه الاعترافات دياله وعلى حساب ما فهمتنا أن هذا الشخص يعاني من أمراض نفسية خطيرة هذا الشخص سادي هذه الأمراض دياله خلته يولي وحش آدمي هذه الأمراض النفسية اللي عنده أبدأت معهم لماذا كان صغيرا؟ حيث كان في عمره 8 سنين تخلت عليه أمو وتخلى عليها الطاعة السيد وخا كان عنده بزرد الأملاك اللي يعيش بها مرتاح ولكن كان عنده فراغ في حياته من بعد ما توفت أمو زادت أزمة النفسية الجارات وعيش بوحدته وغالباً ليس هذا السبب كان شي حويش شابهم صغروا وليس هم عادوا وهذا الشيء اللي ما خلاش يقدر يعيش كإنسان عادي ولو عنده العقاد النفسية غادة وكتكبر وفاش المرض بالسرطان زاد خطأ الوضعية زاد كراه الناس كاملة والله سيد يخاف يموت ويتدفن غيب بوحدته أتخيله باللي وصل الواحد درجة كان في المخيلة دياله يعتقد باللي أخوه يتواصل معه وهو في الواقع رقم يتواصل معه بوحده فالسوله لماذا تختار بالضبط البنات اللي شعرهم حمر قال بأنهم كانوا يعجبوها كانوا غريوة أي بن شعرها حمر كثير انتباهوا يشوفها بأنها زوينة بثار عكس البنات كاملة لحسب تفكير دياله كان أرضام يقول البوليس اللي دوك البنات كاملا ما قتلتهم وبالله هذا الشيء كامل اللي داره ودوك طروفة ديال اللي حملي كان يحيد من الجسم دياله يعني من الضهر من الرجلين غير باش يحتافظ بهم وباش يبقى وعيشن معه الحياة كاملة يعني كيقول لهم أنا كنخلده يعني مش كنقتلهم كنخلده السيد كان بغيهم يبقى وعيشن معه ما يبقاش عيش بوحدته البوليس من اللي كانوا كيستامعوا له من خلال الهدرة دياله عارفوا بلي السيد ماشي طبيحي عارفوا بلي كيتعاملوا مع سفاح خطير ومريض كان أرضام كيتواصل مع الضحايا دياله في وسائل التواصل الاجتماعي وسامعوا الناس ديال الفيسبوك ونزلوا هاتصال قاو تهدروا مع شي واحد ما كتعرفه وشجاعها ديالشي صورة بروفيل وكتقى تهدر معه وتجمع معه وتتعارف معه هذا السيد من بعد ما كيتعرف على البنت كيتعرف معه وكيتلاقعوا بجوج بهم ومكاش نهائيا كي يصنع عليهم في تيفو فاش كي بغي يحضر معه كيتتصل بهم وغير في سكايب وانشي كامل باش ميخليش العتراس باش ميخلي حتى شي دليل موراه المهم كي بقى يتلاقى بالبنت اليوم غدا اليوم غدا حتى كي يخليها تتقفي وتقبل انها تمشي معها الضارو الضارو اللي كانت قريبة من ذيك الغابة حقاز عمل جوه رومانسي وهنا في الارضام كي يستغل الفرصة وكيدير في الضحية ما بغى بلا ما يسمع التشي واحد قاعد عقد النفسية اللي فيه كي يخرجهم في البنت كي يخليها مدة بلا ماكلها بلا شراب عاد من بعد كي قتلها وكي يسري الجريمة دياله كي يحيد منهم لك الأجزاء اللي يبغى وكي يحتفظ بهم من بعد كي يدسوارت وكي يمشي الضار ديالهم وكي يمسح جميع المعلومات اللي في الباسية واللي بتليفوا كي يخليدوك الأجهزة في الضار ديالهم وكي يخرج في حالاته وهذا الشي كان يديرو هو متنكر باش وخاد شدوه كاميرا ما يتعرفش كونه هذا السيد من اللي اعتارف بقاعد جرائم اللي دار تحول ميل في دياله المحكمة وحكم عليها القادي ثلاثة المرات بالسجن المؤبد في كل جريمة وباش تكونوا عارف بأن في تركيا اللي يشكف أن المجرم مريض نفسي أو عقلي راح تاقي تحكم عليه عادك يتحول مسحة الأمراض العقلية وفعلا هذا السيد بعد ما فحصوه تشاهده اللي يعاني من أمراض نفسها خطيرة وراء الحدثة ما زال يدوز العقوبة دياله المهم اللي بالي في هذه القضية هو أن أرضام كان مريض نفسي طريقة اللي كان يقتل بها طريقة سادية يعني كان يتلدد بعدها بالآخرين السيد كان يستمتع بالقتل ولكشينش كان يجوههم لمدة طويلة ويقتلهم شوية بشوية يقتلهم يعلقهم يقطر لهم الدم ديالهم كامل يعني هذا الشيء كان يجبوه كانت فيه متعة عنده وهذا قضية يقدر العقل بزاف ديال البنات اللي يتعرفوا على أشخاص مجهولين يتيقوا فيهم يهضروا معاهم في وسائل التواصل الاجتماعي خاصكم تردوا البال مزيان تعرفوا رأسكم مع ملكات التعامل خليوا عليكم الحياة الافتراضية امسا بتكافهوا مع الناس اللي في الواقع حيث هذا الناس اللي كانت تعرفوا عليهم ما يقدر يكون شخص مريض والمرض دياله ما يكونش باين نهائيا يبالك أنه إنسان عادي حتى ينفرد بك يساعد معك يبرد فيك جاعدك لغداية دياله مهم لقوا بدا ان شاء الله فهلا ترجمة نانسي قنقر